اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان فوز المؤسسة الملكية للاعمال الانسانية بجائزة الاسيسكو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للتطوع في تطوير المنشآت التربوية بدول العالم الاسلامي تعد ترجمة للنهج الملكي السامي لجلالة ملك البلاد المعظم في دعم مساندة الجانب التربوي والتعليمي في العمل الخيري والانسانية واشهد معالي بالانجازات الانسانية الحضارية للمؤسسة الملكية للاعمال الانسانية مثمنا في الوقت نفسه دعم واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرص سموه الدائم على مساندة الاعمال الانسانية والخيرية من خلال تسخير الامكانيات الحكومية مبينا ان حصول المؤسسة على هذه الجائزة يعتبر نجاحا آخرا يضاف للتميز والريادة التي تحقيقها المؤسسة مقدرا الاهتمام المستمر للنهوض بأداء المؤسسة وفق مبادئها وقيامها الأصيلة